نظمت صباح اليوم الفيدرالية الشادية لكرة السلة دورة تدريبية لصالح ممارسي كرة السلة في مجال فنون وتقنيات وقوانين كرة السلة تقرير عباس عباكر مصطفى لأجل معرفة أساسيات كرة السلة جاء المدرب الأمريكي جاكو بيليام الخبير في مجال كرة السلة لإقامة دورة تأهلية لصالح 40 من رياضي كرة السلة بمدينة أنجمينة وخاصة في مجال فنون وقوانين كرة السلة وفي هذا الشأن فقد قام المدرب جاكوب بطره أسئلات تتعلق بكيفية التعقل مع أجواء هذه الرياضة ومن خلال ذلك فقد تمكن المدرب للحصول على المعلومات حول مستوى المشاركين وقد نال عجاب كل من المدرب وأعضاء الفدرالية الشادية لكرة السلة لمدينة أنجمينة محدثين عن فعالية الدورة ومدى أهميتها لممارسيها في رفع معنوياتهم وكفاءاتهم ونعيد إلى الأزهان فإن مدرب الأمريكي جاكوب بيليام سيدرب لعبي كرة السلة لمدينة أنجمينة لمدة خمس أيام وبعدها سيلتهق لتدريب ممارسي كرة السلة في جنوب البلاد سيما مدينة السار ضمن مباريات دوري الرابطة الوطنية لكرة القدم جرت في الأيام الماضية مباراة كرة القدم جمعت فريق أس أبيي مندول مع نظره أس كوتونتشاد وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين حضر المباراة حاكم أقلي مندول عيسى الجدي تقرير أدم حسن المكوي أس أبيي دي مندول في مواجهة أس كوتونتشاد دي مندول ركلة البداية لفعاليات الرابطة الوطنية لكرة القدم بإقليم مندول نفذها حاكم الإقليم عيسى الجدي لعب مندول أحيو مباراة خالية من التوتر والضغط وذلك نظرا لأن المباراة داخل المنزل والأسراء أي في عقر الدار إلا أن التنظيم الفني والخبرة لم تكن موجودة في هذا اللقاء مما أدى إلى نهاية الشوط بدون أهدف الشوط الثاني عاد فيه فريق أس أبيي ليشكل خطرا على مرمى أس كوتونتشاد إلا أن فريق أس أبيي فاجأ اللقاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة بركلة اللاعب حسن الذي عزز النتيجة لصالح فريقه وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني تمكن فريق أس كوتونتشاد دي مندول من تسجيل هدف التعادل الذي انتهت به المباراة حكم إقليم مندول عيسى الجدي طلب من اللاعبين التحلي بالأخلاق الرياضية خلال أيام البطولة مشيرا إلى أن كرة القدم ليست ملكا لأحد وإنما هي استماعية توحد بين الشباب وبهذه النتيجة فقد تحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة في قائمة ترتيب البطولة للعام 2017-2018 إذن بهذا التقرير نصل إياكم إلى نادة النشر الإخبارية العربية نشكركم على طب الانتباه والمتابعة حتى نلقاكم دمتم في أمان الله